في آل البداية هل هذه الظواهر اللي كانت في مجتمعنا هل هي كانت نتيجة الاستعمار والانتجاب البريطاني؟ وايد سهل إحنا نلقي وحنا هاي اللي قاعدين نسوي للأسف إنه على طول نلقي اليوم على الآخر وما نحمل نفسنا مسؤولية الإخفاقات وحتى السقوط إحنا لأنه في تلك الفترة كان في حوارات بين مفكرين الأمة أيضا المسلمين بشكل عام بالذات هالحركة الفكرية كانت موجودة في مصر الأفغاني محمد عبدو رضا ديلي كل هالحوارات كانت موجودة أحد الأطراف كانوا يقولون أن حلنا نحن نتبع الغرب عندنا نموذج الغربي اللي هو انتصر عبر التخلي عن الدين فوالب المثقفين تبنوا هالفكرة ولحد اليوم على فكرة اللي تبنى الفكر اليساري أو الفكر الليبرالي الغربي إن المخرج من هالسقوط ومن هالتخلف وتبني أما المنهجي طبعا الشيوعية صغطت خلاص صارت في متحف يعني خلوها في المتحف بينما الرأسمالية الغربية بالذات بشكلها الحين القبيح من حد الحين مسيطرة فلبست ما هو إلا العكاس لما تبناها البعض في تلك المرحلة حتى على منظومة التعليم بما معناه من أداروا التعليم كانوا يقولون نشكلنا تعليمنا وثقافتنا تحررنا ينعكس أيضا عبر مظاهرنا بس ليش استوردوها؟ هو سؤال هو صحيح هالموضوع حصل بس شنو الدوافع لك الموجود؟ نستوردها ما نكون وعيا لها على فكرة وهي الأخطر لما يكون استيرادة بوعي بعنات أنت عندك خيار وتفكر وتحلل وتختار بين الأشياء المطروحة لما تستورد عن جهل هنا بدون ما تدرس الخيارات بدون ما تدرس ذاتك وتتعرف عليها أنا مو ضد الاختيار مو ضد الاستيراد من الخارج لكن بعد ما تتعرف على ذاتك بعد ما تعرف اختياراتك وأيضا تقييس ما تستورده ما تستورد على عمى فإحنا استوردنا على عمى بس جي استيرادنا كان على عمى لحد اليوم وشنو كان الدوافع؟ هل يعني الثقافة العربية ما كانت كافية لهم؟ فقاموا المفكرين العرب توجهوا للثقافات الغربية سواء الشيوعية رأسوانية؟ فهن في جهل بجوهر العقيدة أنا أقول عقيدة ثقافتنا فيها وائد إشكاليات وائد يعني إحنا في الجامعة البحرين ندرس التراث الشعبي فمثلا ندرس الأمثلة الشعبية القصص الحزاوية نشوف فيه مثلا اضطهاد للمرأة فيها فهل معناته وهل الأطروحات كانت مطروحة بين المفكرين العرب على الفكرة هل الثقافة ما دام فيها هالظلم فإذا نرفضها ناخذ الثقافة الغربية فتعرف خذ البوكشب كبرها من الغرب يعني أنه وصار عندنا انبهار وايد بالغربي في شكله في لونه في ذائقته في لبسه في تصميمه للبيوت في تصميمه للشوارع حيث كله صرنا منبهرين فيه حتى الخطأ اللي يسويه احنا صرنا منبهرين فينا بيساوي تشوف حتى اللبس المشاقي يقول لي اللبسه صرنا منبهرين فينا بين الويس مثلا في كل شي صار أي شي غربي معناته حلو معناته متطور متقدم فمن شديد الأجندات كلها مشات علينا حلو فكان في قصور عند الإنسان العربي ثقافته كانت على هوية أنا ما أقول مثقفين أو من الدعو الثقافة حلو كانوا يشوفون أن الثقافة العربية في مرحلة خطيرة أو مرحلة ما ترضيهم كمثقفين كانوا يشوفون كأنك أنت غرقان في بير والحبل المحيد اللي ما توجود هو حبل الثقافة الغربية حلو فهني طلعت مدرستين هني طلعت التيارات الإسلامية التيارات الإسلامية بدأت في مرحلة متأخرة بس بذورها كانت تقريبا مع نهاية الدولة العثمانية هني قسموا إلى قسمين في ناس قالوا مثلا نحن نبينامشي بالطريقة الإسلامية بالرجوع إلى الإسلام السقوط اللي وصلت للمجتمعات العربية كان فيه إشكالية مع طرحة التيار أحد التيارات على الغالي ممكن نقول أن كانوا عندهم الأصالة أن حتى في جوانب المادية أرفض أي شيء وتقدمي وهي خلق ردة فعلة أيضا سلبية يعني مثل من الطرحات اللي كان موجودة أن أي شيء متطور أي شيء من الغرب أنا أرفضه طبعا ما كان عقلاني هذا ما كان طرح عقلاني بما أن رسول الإسلام ما سوا فأنا ما أسوي هذا أيضا يعني مو عقلاني فهي خلق ردة فعل سلبية أكثر تجاه التوجهات الدينية من يخلق لهم قبول يعني مثلا في وايد منهم رفضوا المدارس لأن البنات بيروحوا المدرسة فهي مو إسلامي أول كلمة في القرآن إقرأ يعني تعلم يعني فكر ابحث فبأي منظومة تسويها ممكن هنا يكون فيه خلاف إذا سواهوا بالمنظومة الإسلامية اللي تبقيها بس مو معناة أن ترفض تعليم البنات وتخليهم أميين وأميات بالأحرف صحيح